كابتن محمد شفت المباراة زي ويعني شفت كمان النقطة اللي تكلم عليها كابتن متحط وتكلمني عليها يمكن في الانترو العملية ان خاصة للعيبة المصري ما بيعرفشين النفسه من فرحة كبيرة قوي وخاصة كان بطولة كبيرة في خلال 3-4 ايام انا كنت متخوف ان نشوة الفرحة تاخدنا شوية واللعيبة تظهر بمستوى انا اعتقد لها مباراة جيدة على المستوى الفني بص كابتن هاني انا شايف ان يعني المطشين السيناريو اللي حصل فيهم كان متوقع سواء الزمالك او الاهلي كنت متوقع الزمالك الغالب؟ يعني طبعا بس متوقع انه مش هيقدي بالاداء المطلوب وممكن يخسر المباراة بصراحة يعني اللي فرع معناها الزمالك قوي غير العامل البدنية لقرب المطش النهائي من مطش الكاس اللي فرع معهم العامل النفسي العامل النفسي كان مهم جدا في المباراة اللعبة نازلة يعني انت عارب بعد البطولات الكبيرة وبذات البطولة دي تلعب المنافس تلعب مباراة تاريخية نهاية افريقيا بيجي لك خيبة امل احباط شواء احباط يعني انت فاهم ازاي ما تقدرش في ثلاث ايام تعالجه وخصوصا الاحداث اللي دايرا كل الناس عارفها في نات زمالك فكل العوامل دي تحس ان العيبة حتى لما سينايرو المطش الجون جي وعوضوا وبعدين الجوان التانية تحس انهم استسلموا يعني في الاخر حتى بيقولك يعني هنوصل لوقت اضافي لا يعني خلاص